تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من top 5 اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء حلقتنا اليوم من وحي الانتقالات حلقتنا اليوم من وحي سوق الانتقالات اللي لسه شغالة ممكن تصير فيها صفقات جديدة ما حتكلم عن الصفقات المدوية اللي سمعت والكل اللي تكلم فيها ما حتكلم عن يونيل ميسي ولا عن راموس ولا عن دوناروما مع سان جيرمان ما حتكلم عن صفقات أخرى كبرى حدثت في إنجلترا زي لوكاكو سانشو لأنه هاي صفقات كلها منعرفها بدأتكلم عن صفقات ما نالت التغطية الإعلامية والتركيز الإعلامي كبير لكن ممكن خلال هالموسم نحكي عنها كثير ونتحدث عنها كصناعة فارق إنها صفقات هادئة قد يتكلم عنها الناس قريبا جدا بذكركم خلال مشاهدة هذا الفيديو إنه تتركوا لايك لو أعجبكم ولو ما أعجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم أصحابي نبدأ برقم خمسة جيرسون لاعب برازيلي اشترى مرسيليا مقابل 25 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخهم ما عم بذكر هذا اللاعب لأنه بيشترك معي بعيد ميلادي بس بـ 25 بل لأنه لاعب وسط متعدد البراكز متعدد الأدوار دوره الدفاعي مهم ونظرته بالتمرير وكشف الملعب مميز جدا هذا اللي شفناه منه في البرازيل بعض الفرنسيين تسموه يوم الانتقال ببقبل فرنسي البعض سماه جوهرة مرسيليا الجديدة كل هذا بيعتمد على أنه البرازيلي اللي جاء على فرنسا يعرف ينسجم هناك وربما يكون جيرسون بعد سنة أو سنتين مطلب كثير ناس بسوق الانتقالات رقم أربعة معنا ممكن يكون اللاعب رح نتحدث عنه بكل أحوال إما لو نجح أو فشل لأنه لما تبيع كونافي لليفربول وأوباميكانو لبايرم يونيخ اثنين رحين يلعبوا بفرق كبير كثير التعويض لازم يكون كبير يكون القرار التعويض لا شف عمره 19 سنة كروات الجنسية بتكلم طبعا عن جوسكو جفارديول اللي اختارته غارديان ضمن أفضل 60 لاعب تحت 19 سنة واللي بتكلمه كثير ناس عن موهبته الدفاعية وشخصيته القيادية واللي استطاع يمثل منتخب كرواتيا بكل الفئات العمرية لاعب دفع مقابله لايبزيك 20 مليون يورو وكان متفائل جدا فيه لدرجة أنه مدير الرياضي للايبزيك يوم التعاقد معه كروشي قال لقد حصلنا اليوم على واحد من أعظم المواهب الدفاعية الشاب في العالم أيضا لاعب بايرم ينخي السابق إيفيكا أوليتش بيقول عنه كل أنديت أوروبا الكبيرة راح تراقبته نحن نتحدث عن موهبة فوق العادة واحد من المواهب اللي ممكن نحكي عنها كثير لو قدر يساعد لايبزيك يعمل اللي بيستنوا كثير ناس يوقف هيمنت بايرم لو قدر يقول لايبزيك على أنه ينسى كوناتي أوباميكانو لو قدر يكون هذا الشاب موهبة دفاعية جديدة عم بقدمها لايبزيك للعالم بعد عدة أسماء قدمنا إياهم بالسنوات الأخيرة خلونا في رقم ثلاث واسم آخر ما نال كثير ضجة إعلامية عند التعاقد معه دونيل مالين مهاجم عنده من السابق اللي انتقل لدورتموند مقابل ثلاثين مليون يورو هذا اللاعب أكيد شفته بعض قدراته في اليورو لعب مهاري بيقدر يمرره بيقدر يسجل هذا اللاعب ما جاء ليعوض سانشو لأنه أصلا ما بيلعب بمكان سانشو أكثر أنا بشوفها هو جاء ليعوض هلند السنة الجاية مثل ما عمله لما جابوا أوباميانغ وليباندوبيسكي كان لسه موجود وبالسنة اللي بعدها فلع ليباندوبيسكي فتحول أوباميانغ ليكون الأساسي ومكينة الأهداف الكبرى لذلك الفريق مالند رهاني كبير ممكن يكون أحد أهم الثرائيات مع هلند في أوروبا وفي الدوري هذا الموسم ممكن يزعج كثير عنده القدرة الفردية الممتازة اللي ممكن تريح المهاجمين اللي حوله ربما لو نجح يستعيد سمعة المهاجم الهولندي اللي شوي خفت في السنوات الأخيرة يرجع يذكرنا بأيام مستر روي وأيام فان بيرسي وغيرها من اللاعبين الكبار الهولنديين داخل منطقة الجزاء ننتقل لرقم اثنين وغريب أحطه بقائمة اللي ما تكلمناش عنهم كثير أو ما تكلمش الإعلام عنهم كثير رغم أنه بلعب ببرشلونة أكيد بتكلم عن الظاهير الأيمن إيميرسون اللاعب اللي بثت مقابلته الصحفية أثناء وصول ميسي الإباريس هذه الرسالة أنه اللاعب مهم شوي اللاعب برشلونة بده يغامر فيه ما بده يخليه لاعب ثالث كظاهير أيمن ربما روبيرتو يصير وسط وبتقدم على طول هو يصير ينافس دست لو تيجي تفكروا فيها برشلونة بعد دستو روبيرتو لا استفاد كثير هجوميا ولا استفاد دفاعيا عدم استقرار بمستوى الاثنين هجوميا ودفاعيا إيميرسون من حيث الاستقرار الدفاعي يبدو أفضل هو مش ظهير هجومي هو ظهير دفاعي أكثر قدراته الدفاعية ممتازة بالقراءة بالطقطية وأيضا بالمواجهات وقطع الكرات يبدو ممتازه وثقته بنفسه بالمواقف الدفاعية كويسة هجوميا أقل بكثير من دانيل ألفس طبعا بس اللي شفناه منه دفاعيا بيقول ممكن يكون هو حلقة التوازن مع قلبه واحد دفاعي والثاني هجومي ممكن يكون حل صداء برشلونة مش عارف يحله من سنين طويلة على هذه الجهة الآن ما بنتكلم عنه كثير بس لو نجح حنتكلم عنه كثير كثير إنه هذا اللاعب قدر يكون مفاجأة رغم إنه كان كل تركيزنا بالصفقات على دي باي وأقويرو وهذه الأسماء وبخصوص رقم واحد بصراحة فكرت كثير كيف بدي أحكتار بين الاثنين صفقتين ما تكلم عنهم الإعلام وممكن يظلوا يحكي عنهم كثير هذا الموسم نتكلم عن ليستر سيتي النادي اللي أقنعنا جميعنا إنه عينه بالسوق ممتازة كشفتوا بيشوفوا بسرعة بالأرقام والبيانات مين اللي بناسب الدوري الإنجليزي وبناسبهم وبيجيبوه وبيبهروا العالم فيه النادي المستمر بمشروعه المستقر بحقق لقب الكأس الموسم الماضي بحقق درع المجتمع هذا الموسم ودائما مزعج وأصبح نتيجة عمله الرياضي الصحيح يطالب كثير ناس بينهم يحكوا يحكوا ليستر سيتي ضمن الستة الكبار مش أرسنل على سبيل المثال هذا النادي عمل صفقتين الإعلام ما حكي عنهم كثير بس لما تطلعوا باللاعبين تقرأوا عنهم بالتقارير الكشف في المواهب بتحسوا في شي ممكن يزضمنا جميعنا بنتكلم اللاعب الأول باستون داكا هذا اللاعب زامبي جاء من ريتبول سارسبورد من النمسا سجل الموسم الماضي في الدوري النمساوي سبعة وعشرين هدف في ثمانية وعشرين مباراة لاعب تمركزه الهجومي مرعب بعرف يوقف بالمكان اللي فيه الكرة بتيجي على رجله عشان يشوته على طول ممتاز جدا لاعب فيه ميزه أخرى ذكرتها تقارير الكشف عن موهبته يتطور باستمرار هناك رهان انه ربما يكون اسم حنحكي فيه كثير السنة هاي بالبرميرلين وايضا هم ما اكتفوا بالمهاجم الفريق اللي جابنا انديدي وقبله جاب كانتي اكيد عينه كويسة بخط الوسط بوبا كاري سوماري لاعب ليل حامل لقب الدوري الفرنسي جاء من وقابل عشرين مليون يورو لاعب عنده قدرات كبيرة غير قوته البدنية وقدراته الدفاعية كخط وسط ايضا على الكرة ممتاز بيعرفي لعب على الكرة ممتاز بتحرك بشكل بحسسك انه بيشغل مساحات كبيرة فيه اوقات قصيرة مهم جدا هذا اللاعب اللي جاءته عروض من اندي اخرى لكنه فضل لستر سيتي لانه يشعر انه هذا المكان اللي حيقدر يتطور فيه صفقتين مش صفقة برقم واحد معنا هي خمس صفقات ما نحكي عنها كثير في الاعلام هذا الصيف لكن لو قدرت تشتغل صح ممكن تقلب سلم الترتيب تماما وبالتالي حيكون الحكي عنها كثير كثير خلال الموسم خلونا نشوف شو هيصير معها بنوصل هنا لهاي الحلقة بذكركم تشتركوا بقناة سيلفيسبورت تتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة